السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام اهلا ومرحبا بكم اليوم انا معكم دين الطنجة هذا المكان اللهم صلي على سيدنا محمد حي المنار هذا المكان حي المنار ما كان عرف طنجة بزف كيكا تشوفو قليل في كنجيل هنا فكنت يعني قلت نحاول نصور معكم ونتقسم معكم التفاصيل دي لهذا المنزل ولكن كان هنا الاخ والصديق اللي مكلف هنا فما كان جيش هنا بزف ولذلك مدركتش انني نتقسم معكم التفاصيل من الاول فالاخوان كيكا تشوفو اه الشكل الهندسي اللي درناها لهذا المنزل والالوان كيكا تشوفو يعني الرمادي الذاكين والرمادي الفاتح والبني جاءوا رائعين الخدمة الفينيسيو مدراري اللي يعطيهم الصحة فخدمتهم متقونا ما شاء الله لا قوة الا بالله كل شيء الدرار يتعلموا علي دنا فالحمد لله فكيكا تشوفو لاحظوا الفينيسيو وهادشي انا ما حضرش معهم كيما قلت لك يعني اه عارفين انني اه كان بغي هاد هاد الخدمة هذه اللي كان بغيها تطبق فالحمد لله اه كي اديوا الواجب انتحهم جزاهم الله خيرا فكيكا تشوفو النتيجة كيكا انت رائعة الفواصل اه القنيتات ذاك شيء كل شيء رائع هنحاول نبعد نبعد شوية نمشي البعيد باش باش نشدلكم الواجهة بالكامل فكيكا تشوفوه رائع ما شاء الله لا قوة الا بالله ديكور ترافيرتينو كالعادة فالحمد لله الاخوان واللوكي تقنوه يعني بواحد بواحد الشكل اللي هو رائع جدا فصراحة انت انا لما كان غيب عليهم وكان نرجع لعندهم فصراحة جزاهم الله خيرا كان نظهر بذك ذك الدقة اللي كي يخدموا بها فهذا في ميزان حسنتهم ان شاء الله فكيكا تشوفوه الاخوان هما الآن هما خدامين في اسطح الاخوان خدامين في اسطح ديال المنزل دبان مشيو نشوفوه كين جسطوحة هاد المنزل فيه جسطوحة فان شاء الله نكملوا من هنا ومشيو نشوفوه فكيكا تشوفوه غادي ان شاء الله نحاول نقرب الصورة اشتد يعني الدقة والتقنية في العمل جزاهم الله خيرا نمشيو دبان طلعوا الاسطح نشوفوه وكيكا تشوفوه احنا دبا في السطح السفلي كما قلت يعني هاد المنزل عنده جسطوحة هذا واحد اسطح جال تحت كينسطح لاخور الفوق اللي غا نشوفوه فكيكا تشوفوه الاخوان هنا كييركبوا الزوايا وهنا لتحت عود ثاني عمره وركبوا الفواصل عمره وهو ما دبا في طبقة الديكور را مخدامين في طبقة الديكور كيكا تشوفوه رائع جدا هذا ما زال كيخصوا واحد شوية ديال ليساج يعني غا ديلي سيوه الحمد لله ان شاء الله الامور تكون جيدة ان شاء الله فان شاء الله نطلعوا نشوفوا السطح الفوق ان شاء الله نشوفوا لذلك السطح الفوق هاني نشوفوه الاخوان حنا في سطح المنزل ولكن غادي نطلعوا واحد نظرة خفيفة لان الامطار ان شاء الله تكون الامطار الخير كانت ساقط الان فحتى الاخوان ها هو منزلو فنطلعوا واحد الجولة خفيفة ها انتم ما كتشوفوه الاخوان فين فين عمره يعني يركبوا الفواصل تاحهم وعمروا الحيط وبالنسبة للمعجون ما المنتج مع لهواله وشتا يعني وخا كطع لهشتا مع لهواله ولكن هما ما كي يقدرواش يخدموا في شتا ولذلك كي يريضوا فنمشيوا ان شاء الله نشوفوه التحت اه لاخوانا نوريكم هنا يا هاد النوافذ احني نشوفو هاد النوافذ هنا كيفاش كنديرولهم بلستسكة احنا كنديرولهم واحد الفاصيلة هنا يا كي كنتشوفوه ومن بعد كننخويوها ها واشتو نشوفو شي وحد فيها خاوية فاشتوه هنا يا مثلا هادي هايا فيها خاوية فمن بعد كنحيدو هاد اللي كيكون زيادة هنا وبعدم عاجت الفكرة على هاد الاخر غادي نوريكم واحد الحاجة اسمعوا الصوت ديال هادي فاشتوه لمنتوج الفرق في المنتوجات من كين كتحس بها بحل ذاك الشربون الخفيف من بعد ان شاء الله نطرقوا لهذا المواضيع هادي وهذا البالكون من الداخل فهو غادي تغلف بالزاج يعني الواجه ها كل شي غا تكون بالزاج هاد الشي اللي كيكون الاخوان فان شاء الله تي يكمل هاد المنزل ان شاء الله ونتقسمه معكم النتيجة النهائية يلا تنطلقوا ان شاء الله في شي فيديو قادم ان شاء الله في مكان اخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة